اهلا بكم عزيزي طالب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة وساعة من ساعات التعليم الفني وساعتنا مخصصة لطلبة الصف الاول طبعا طلاب الصف الاول طبعا يعني احنا قربنا على امتحانات نص السنة وعارفين احنا بدأنا نذاكر وبدأنا نجهز المواد الدراسية بتاعتنا ونشوف احنا اخدنا ايه في الفترة اللي فاتت طبعا الحلقة النهاردة يكون مخصص طالب الصف الاول من التعليم الصناعة خاص ناسيج وهتكون معانا مادة مهمة من مادة تخصص وهي مادة ترقيم الخيوط مادة الترقيم احنا اشتغلنا فيها في الفترة اللي فاتت بعض القوانين وعرفنا ازاي نستنبط القوانين وكمان عرفنا نشتغل على نوعين من الترقيم ترقيم الطول السابت وترقيم الوزن السابت يمكن النهاردة هنعمل حلقة مراجعة شاملة عن الترقيمين وهنشوف الاسئلة اللي ممكن تيجي في النوعين الترقيم دول وازاي يحصل ميكس ما بين الترقيمين اللي هو هيودينا لحاجة اسمها النمرة المعدلة احنا كلمنا في حلقة اللي فاتت وقلنا ازاي بيتم فك النمرة وده مهم جدا برضو من دول الاسئلة اللي ممكن تيجي لنا فاحنا عندنا مجموعة اسئلة هنحاول نستعرضها مع بعض عشان نقدر نوصل للجزء المهم عندنا وهو اكون جاهز للمتحان تحانة نص السنة زي ما هعرفين هي امتحانات جزئية بمعنى المقصود انت تمتحن في الترمي الاولاني جزء وتمتحن في الترمي التاني بقيت الجزء التاني بتاعك بالاضافة طبعا لأعمال السنة زي ما احنا عارفين فبالتالي انا عندي كده مجموع درجات للترميين الترمي اول بأعمال سنة الترمي تاني بأعمال سنة فبالتالي المهمة عنده دائما بنقول للطلبة بتاعتنا ما تعتمدش على اعمال السنة 100% لان اعمال السنة درجات بالنسبة لدرجة الامتحان اللي انت تمتحنه بايدك درجات هزيلة بمعنى انت كل اللي في ايدك انت معاك 40% في الترمي الاول من الدرجة في الورقة بتاعتك واعمال السنة 10% الترمي التاني برضو نفس الموضوع انت معاك في ايدك على الامتحان 40% من الدرجة بتاعتك ومعاك برضو 10% اعمال سنة فبالتالي كل الارقام دي بتتجمع في النهاية وبتديك الدرجة اللي انت بتمتحن عليها او اللي دي اللي بتقدر انت عملت ايه في المادة دي اللي انت تفوقت هل انت في مشكلة معاك محتاجة علاج يبقى انا ابتحان نص السنة هعتبره مرحلة بمعنى اصحة كده علاجية ليا يعني انا هزاكر على قدم مقدر وهجيب الدرجة اللي انا شايفها تكون مناسبة ليا بعد كده اذا كان في عندي مشاكل هبدأ ادور على علاج هيتم ازاي ده عشان يبقى متطامنين بس عشان امتحانات نص السنة طبعا منهجنا السنة دي كان فيه مجموعة من التغييرات في الترتيب الموضوعات نفسها مش ترتيب في مين قبل مين لا هو معنى صح ان فيه الموضوع الدنيا بقت كويسة فبالتالي احنا خدنا المنهج الرسمي بتاعك في الجزئة اللي انت هتتكلم فيها اللي هو مثلا الصف الاول ان كانت مادة التراقيم او اي مادة من مواد التخص خلي بالك اهم حاجة بعد ما تخلص امتحانات العمل وتبدأ شغلك في امتحانات النظري تخلي بالك وانت بتجاوب في الورقة لازم اجابتك تكون واضحة رتب الورقة مهم جدا ان يرتب الورقة عشان اللي هيقدر الورقة بعد كده من الاساتزة يبقى فاهم انت بتجاوب عليك بيقابلناك حاجات كتير ومشاكل كتير جدا مش في سنوات النقل بس كان ده في الامتحانات العامة ان ممكن يجي لي طالب وجات الورقة الاسئلة فيها تلت اربع اسئلة وبدأ يحل عشوائي يعني ايه حل عشوائي يحط السؤال الاول مثلا في الاخر ويحط السؤال الاخير في الاول او يغلق لغبة الترتيب بتاع الحل او ممكن يكتب للسؤال الاول فوق بس هو كده في صفحة رقم 3 في الكراسة هيكون مشابه للسؤال الاول مثلا في جزء تاني في نفس الورقة او يغير هو ترتيب الاسئلة يكتب اجابة السؤال الاول وبدأ من يحل السؤال الاول لحل السؤال التاني ده غلط برضو مدامل بشكل بتقابلك في الامتحان انا ليه انت كاتب ايه انا اصني المشكلة ان الاسادزة اللي بتصحح الامتحان بيبقى ورقتك في ايد اكتر من استاذ فانت بتوجه ان ده اجابة الصف السؤال الاولاني فبالتالي هو بيبص عليه هو معهش غير السؤال الاولاني بيصححه فبالتالي هيعلم عليه ايه غلط لان الحل غير مطابق للحل اللي في ايده فبالتالي انا بقى هيباني الكلام ده ممكن يباني في المراجعة والاستاذ الاخير اللي هو بيراجع الورقة بتاعتك ممكن يباني له الموضوع ده بس تخلي لو كم كبير عمل المشكلة دي في درجاتها تضيع منك فانت عايز تحافظ على درجاتك رتب ورقتك حسن خطك وانت بتجاوب وابدأ جاوب بالترتيب او ابدأ جاوب بشكل يساعد اللي بيصحح انه يكون فاهم انت بتعمل ايه حنتكلم دلوقتي على جزء مهم جدا وهو في الترقيم وهو الأسئلة هتيجي ازاي انا عندي مجموعة أسئلة معروفة طبعا احنا الاختيارات بتاعتنا او الاحتمالات بتاعتنا في الامتحان فيها في الأربع أسئلة او في التلات أسئلة بسبب можете ان كان في الترقيم طول سابت او وزن سابت الآربع تلات أسئلة اللي بدأ او في دأ يا بيسال عن الطول يا بيسال عن الوزن يا بيسال عن النمر طب ايه بقى شكل الاسئلة اللي هتيجي زيادة هو ده اللي احنا هنتكلم في دلوقتي اللي هو هيكون مختلف عن الوضع بتاعنا وطبعا احنا اتكلمنا عن الوضع الاساسي ازاي بجيب الاوزان والاطوال وكمان النمر وده برضو هنشوفه واحنا بنحل الاسئلة بتاعتنا اول اسئلة معنا وهو السؤال اللي هنقول السهل وفي نفس الوقت بنلقى في مشاكل مع الطلب معنا احنا بنباشر حينه كويس وهو ماذا تعني اا نمر كزا ماذا تعني اول سؤال عندنا هيكون ماذا تعني نمرت تلاتين قطن ماذا تعني نمرت تلاتين قطن يعني ايه تلاتين قطن يعني تلاتين شلة طول كل منها تمنمية واربعين يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل هو احنا عملنا ايه هنا احنا خدنا الرقم ده وفك ايه خلي بالك عشان الفك ده يساعدنا في حاجات كتير قدام واحنا قلنا ازاي افك النمر وده شكل من اشكال فك النمر اذا كانت عندي النمر التلاتين قطن تعني تلاتين شلة طول كل منها اا تمنمية واربعين يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل يبقى هنا عندي مشكلة عندي التلاتين دي وعندي التمنمية واربعين دي وعندي الواحد رطل ده احنا قلنا النمر دي هبارة عن ايه هي عبارة عن عدد الشلل التي تتزن رطل واحد طب لما جيت عرف هنا طبعا انا خلفت التعريف الاولين بتاعي وقلت ان دول تلاتين شلة وزنهم رطل واحد بس الشلة الوحدة فيها ايه طول الوحدة فيها تمنمية واربعين يرضى ليه تمنمية واربعين يرضى لان انت ذكرتلي هنا ان الخامة اللي انت شغال بيها قطن فبالتالي ممكن يجيلي سؤال بقى شامل بقى ماذا تعنى ارقام الخويت الاتية ويبدأ يكلمني بقى عن القطن عن الكتان عن الورستد عن الولين طب لو نفس السؤال ده كان آآ كتان هيبقى هنا هنشيل التمنمية واربعين وحط تلتمية لو كان آآ ورستد هنشيل التمنمية واربعين وحط خمسمية وستين وهكزا بالنسبة ليه الكلام اللي احنا بنكتبه اللي احنا بنتكلم عليه طيب تعال بقى نشوف ابردو نوع تاني من الاسئلة بقول لك رتب تصاعديا رتب تصاعديا ويديني مجموعة من الارقام اللي عندي تعال كده نشوف شكل السؤال وهنجاوبه ازاي بيقول لي هنا رتب تصاعديا ارقام الخيوط الاتية تمام وهيجي يقول لي مثلا ايه تلاتين قط اربعين قط عشرة قط ليه في السؤال بتاعي جبتهم كلهم ترقيم واحد عشان يبقى سهل ترتيبهم لانهما لو ما يكونوش بنفس الترقيم ده لازم اعمل لهم عملية تانية اللي احنا بنسميها عندنا النمرة المعادلة هنا انا عندي تلاتين قطن واربعين قطن وعشرة قطن احنا قلنا حاجة هنا تكلمة تصاعديا ده يعني من الصغير الكبير من الصغير الكبير هل هو بالارقام هنا محددش على التخنات فبالتالي هو على الارقام تصاعديا يعني عشرة بعدها تلاتين بعدها أربعين طب تعالى بقى تشيل تصاعديا دي وما نحطهاش بالترتيب يقول لي ايهما ادخن هيجي نفس السؤال بالشكل ده وبدل كلمة تصاعديا هيقول لي ايهما ادخن او ايهما اكترها اكثر سمكان يعني ايهما ادخن احنا قلنا ايه ان نمرة تلاتين ممكن تبقى بالشكل ده نمرة اربعين هتبقى بالشكل ده نمرة عشرة هتكون بالشكل ده دول شكل التلات فتل ادي تلاتين ويادي اربعين ويادي عشرة لاحزنا ان كلما الرقم بينزل التخنات قاعد بزودها على شكل الخط بالحالة دي نمرت 30 هي الارفع نمرت 10 هي الادخن يبقى رقم 10 قطن ادخن طيب ايهما ارفع ممكن برضو يجي هنا يقول لي ايهما ارفع ايهما ارفع دي هطلع على اكبر رقم عندي واقول رقم 30 قطن ارفع احنا ظاهر هنا معايا في الاشكال يبقى هنا 30 هو الرفيع و10 هو السمك الكلام ده في نمر او ترقيم الوزن السابت طيب ده من نسبة ليه ايهما ادخن وايهما ارفع ولازم يبقى الترقيم واحدة طب لو الترقيم مش واحدة هعمل ايه تعالى نشوف ان عندي مجموعة من الارقام مش نكتبقى السؤال احنا عارفنا صيغة السؤال هتبقى بتتكلم عن ايه بتتكلم عن التخانات بتتكلم ايهما ارفع ايهما ادخن هنجيب مجموعة من النمر ونقول ايهما ارفع وايهما ادخن والنمر دي مش هتكون واحدة هتكون مختلفة ما بين القطن والورستد والكتن وهكذا فهنعمل رقمين بس عشان نحدد ايهما ارفع او ايهما ادخن هنقول عندي مثلا تلاتين كتن وعندي تلاتين قطن الرقم يلغبط الرقم واحد طب تلاتين كتن نفس تخان التلاتين قطن اللي يثبت في الحالة دي يبقى اللي اتنين قطن يبقى اللي اتنين كتن هعمل مسألة وفك الارقام دي واقول ايهما ايه ارفع في النهاية فبالتالي انا عندي تلاتين كتن يعني تلاتين شلة طول كل منها تلتمية يارضة تمام الكلام ده طيب تلاتين قطن تلاتين شلة طول كل منها تمنمية واربعين يارضة اللي اتنين وزنهم رطل ودي كمان وزنها رطل تمام كده طيب انا دلوقتي اللي اتنين ارقام واحدة اللي اتنين اطوال مختلفة اللي اتنين وزن واحد افرق مين ادخن من مين لازم بقى هروح على مسألة يقم حل الشغل بتاعي على الكتن يقم حل الشغل بتاعي على الوطن انا فكيت الارقام بالتالي سهل اعمل مسألة ايه نمرة هاخد نمرة الكتن وحولها القطن عشان اشتغل على نمرتين قطن في الحالة دي هقول نمرة تلاتين كتن بترقيم القطن هتساوي انا هنا عندي تلاتين شلة هنعمل كسر بتاعي احنا عارفين ان النمرة هي عبارة عن الطول باليارضة على الوزن بالرطل في السابت الوزن عنده هيكون واحد التلاتين هتبقى عدد الشلل الطول باليارضة بتاع التلاتين دي التلتمية عشان اتخليهم طول باليارضة في وهنا تمنمية واربعين ده اول حاجة في شغل النمر المعادلة بس احنا بنقول لا احنا ده مش موجود معانا دلوقتي كترقيم لكن هنا بنشوف الاحتمالية لو جالك حاجة زي كده لازم الاتنين يكونوا ترقيم واحد في الحالة دي اقدر احسب بقى على الالة الحزبة وطبعا لو جبنا الالة الحزبة بتاعتنا وبدأنا نحسب هنقول ايه طبعا هنا مش هتكون واضحة هنعمل حسبنا ايه لوحدنا هنقول ان نمر التلاتين هنضربها في تلتمية وهنقسمها على تمنمية واربعين النتج في النهاية هتبقى 11 ناتج النمرة دي هتساوي 11 11 ايه 11 قطن طيب ايهما ارفع في الحالة دي بقى نمرة 30 كتان او نمرة 30 قطن طلعت النمرة دي هي الارفع لان نمرة 30 كتان طلعت نمرة 11 قطن ونمرة 30 قطن لما اجا كارنها الاتنين مع بعض حالق ان رقم الكبير هو القطن والرقم الصغير هو ال 11 قطن التانية اللي هي اصلا في الاساس نمرة الكتان. فبالتالي الرقم ده كده ايه? آآ قال ان هو الاسمك او هو الادخن. ده بالنسبة لشكل التراقين. طب تعال بقى نرجع على حتة مهمة جدا وهي ايه? تعال نشوف الجزء الخاص بالقانون. احنا اتكلمنا عالقوانين وده حاجة مهمة جدا في مراجعتنا النهاردة ان احنا نسترجع القوانين. انا عندي كام قانون بحل به. انا عندي قانونين? القانون الاول للنمر الانجليزية. والقانون التاني للنمر الطول السابق. استنباط القانون هو مش بيجي في الامتحان بشكل مباشر. لكن انت وانت بتحل الاسئلة لازم تبقى عارف انت بتحل ايه? فبالتالي هنراجع على استنباط القانون مرة تانية وهنقول احنا اشتغلنا على اساس ايه? بالاساس اللي احنا وصلنا له في ان احنا بنجيب الحل بتاعنا بالشكل اللي احنا بنشوفه. اول حاجة بيقول لي هي النمر كانت عبارة عن ايه? الفكرة في الاساس كان بيقول لي انا عايز احط ارقام على الخيوط دي عشان خاطر. لو انا عندي مصنع والمصنع ده اه في شغال بخيوط طبعا. فبالتالي هو بيجهز الماكينات بتاعته بالخيوط دي. فبالتالي لازم اعرف نمر الخيوط دي او مقاسات الخيوط دي بمعنى اصح. لو احنا هنتكلم او هندي المسأل على المقاس. لو انا رايح في اه مكان بيبيع ملابس. مفروض ان انا بقول له على رقم الملابس بتاعتي. لان انا لو ما قلتلوش رقم بتاعي هيجيب لي حاجة اكبر من مقاسي او اقل من مقاسي. وهاخد وقت على ما يوصل للمقاس بتاعي. لكن لما انا اقول له انا مقاسي مسلا في الجنس تلاتة. فبالتالي. فبالتالي. خصيا المقاسي. انا انا البس. تعالى. انا بحايد. في المقاسي. في المقاسي. ملابسين وتلاتة. نزرق. ايه. مقاسيات. اقول انا. اتبلع في الجن. بي. قماشي. اربعين. اتنين. اجيب مقاسي. رايحني. اللافت ديني مقاسي. اتنين واح. بطاق بقام. الجنس. على مصار. او نظر. نظام سبك اللابس في عامل وفق. نظام برقم. بحكم. خمس. خمس دم. بتاع اي سلي. فيزق. فيزق. تتاني للملاقه. اه. المقاسي. ايه. اه. اه. تاعات. quién تعالى. في النظام. ايه. وضيح. انه. والنمرة واحدة كل السدى نمر التلاتين وجيت انت حاطيت في وسط النمر دي فتلة نمرت عشرة سميكة هتبان في وسط الالف فتلة الموجودين هيبانين في حاجة غريبة لو العكس جبت كل الخيوط اللي عندك مثلا نمرت عشرين وروح تحاطي نمرت ستين في النص هتبان ان في مشكلة في السدى طب تخيل بقى ان هو ما شافش المشكلة دي وما فكرش فيها وعمل النسيج عادي هيبقى في مشكلة اصلا على سطح القماش هيخلي القماشة معيوبة وده هيخليها تتنقل من الدرجة الاسية بتاعتها للدرجة مختلفة مش هتنفع تتبع عشان كده بقى في عندي درجات في المنتجات كلها مش في القماش بس درجات درجة اولى وتانية وتالتة الاولى اللي هي ما فيهاش اي مشكلة خالص تم معالجة اي مشكلة فيها او تم انتاجها بدون حدوث اي مشاكل اما الدرجة التانية فيما بعد بقى وهي كذا بقيت الدرجات هتلاحظ ان فيها بعض العيوب ممكن عيب انا في القماشة عندي ان فتلة جات رفيع او ساميكة او في فتلة خزنت او جمعت على بعضها تقطعت فلفت على اللي جنبها فعملت حاجة شكلها صعبة على سطح القماشة هي بتتعالج الحاجات دي بسيطة وتتعالج لكن في بعض العيوب ما بتكونش بسيطة صعب علاجها تعالوا نكمل ونرجع ليه استنباط قانون النمرة اللي هو الخاص بالترقيم الانجليزية اول حاجة احنا قلنا ايه انا بحسب النمر بتاعتي على اساس ايه على اساس ان عندي عدد شلل وعدد الشلل ده لازم يكون وزنه رطل وبناءنا عليها حط الترقيم بتاعي مثلا لو عندي شلل واحدة ورحت وزنتها تلعت رطل خلاص يبقى النمرة دي نمرة واحدة لو عندي عشر شلل ورحت وزنتهم وطلعوا وزنهم رطل يبقى النمرة بتاعتي ايه عشرة طب لو عندي عشرين شلل ورحت وزنتهم لقيتهم اتنين رطل هتقول لي ده ايه باكده عشرة هقول لك جبتها منين هتقول لي انت اقسمت العدد الشلل اللي عندك على الوزن مش انت عايز الوزن يكون رطل فانا جبت الاثنين اقول عشرين شاء الله دور رحت اقسمهم على الاثنين اللي انت ديتهم لي فاديني عدد الشلل اللي جوه الرطل ده يبقى اذا اول قانون عندي كنا بنقوله وكنا بنستنبطه من الموضوع ده بيقول لي ان النمرة بتاعتي بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل تعالوا كده نكتب القانون بتاعنا ونكمل استنبط في بقية القانون بيقول لي ان النمرة انجليزية او النمرة عموما بتساوي عدد الشلل على وزن رطل تمام كده طيب القانون ده مش قانون نهائي ده انا عندي في القطن له طول شلة 840 وما يغزل على طريقته الكتان 300 الولستد 560 الولن 256 دي اطوال شلل موجودة عندي طبعا انا القطن بس مش القطن اللي بيتغزل به 840 عند القطن والحر طبيعي المغزول والفبران اللي هو الحر الصناعي المغزول التلات خامات دول بيستخدموا رقم 840 دي اطوال شلل ما لهاش علاقة بالقانون اللي قدامي ده طيب امال انا هعمل ايه بقى انا هنا بيقول لي ممكن ما يدينيش في المسألة عدد شلل طب عدد الشلل دي لوحدها بيجيبها ازاي هو عشان يحسب عدد الشلل جاب لي 3000 يارضة عشرة الاف يارضة هيجيب منهم عدد الشلل ازاي هيقسم عدد اليارضات على سابت من دول حسب نوال خامة عدد اليارضات على سابت من دول هيديني عدد الشلل يبقى عدد الشلل اللي وحدها بتساوي الطول باليارضة على طول الشلة طب طول الشلة دي ممكن يكون 840 ممكن يكون 300 ممكن يكون 560 ممكن يكون 256 من الشكل ده اقدر اقول القانون الجديد بتاعي اللي هو هيقول النمرة بتساوي واشهد شرط تكسر كويسة وحط الوزن بالرطل زي ما هو وبقى ايه لي هنا بقى ايه عدد الشلل انا هشيل عدد الشلل دي واحط مكانها البديل بتاعها ده مش كلمة عدد الشلل لو شلتها الجزء طبعا ده رياضيا يعني مش انا لو شلت كلمة عدد الشلل دي اللي هي استنبطها او بتيجي بالشكل ده وحطت مكانها الجزئية دي هحسب عدد الشلل اوتوماتيك على القانون بالتالي ابقى انا شلت كلمة عدد الشلل واحط مكانها طول باليارضة على طول الشلة في الحالة دي لو طول الشلة هنا لو كانت الخامة بتكلم عليها قطن هشيل طول الشلة احطت 240 لو كانت كتانة احطت 300 لو كانت ورستت 560 لو كانت 256 تمام كده طيب مش ده بس شكل القانون ده في حتة تانية بيقولها لي ايه بقى انا مش شرط دايما احسب النمرة ده انا ممكن احسب الطول ممكن احسب الوزن ده ممكن احسب نوع الخامة في النهاية في بعض المسائل المسائل اللي بنسميها ايه اللي هي بيدور على الطالب بتاعו شطرة لأ يقول له طب انت عندك نمر و عندك طول و عندك وزن اقول لك نوع الخامة ايه فانت متيجي تحسب الحزب بتاعتك هتلاقيك راجع لرقم من الارقام السوابية دول فهتقول له ان النمرة دي تتبع ترقيم القطن او الورستد او الولين او ايا كان نوع الخامة بتاعتك ده طبعا شكل من الاشكال الخاصة بالقوانين. بس انا هنا جبت ايه? اتكلمت عن قانون النمراء بتاعي. طب تعالا بقى نشوف واحنا بنتكلم عن التلات قوانين البقيين. انا عندي قانون النمراء وعندي قانون الوزن وعندي قانون الطول. مفروض كنا هحفظ كم قانون? هحفظ تلاتة. طب انا ما حفظتكش. انا قلت لك افهم واحد وهتمنه التاني. والتاني لما هتفهمه هتجيب منه التلاتة البقيين. يبقى انا عندي كم شكل القانون? عندي شكلين. الشكل الاساسي اللي هو النمراء بتسوي عدد الشلل على الوزن بالرطل. وده في تبادل وبين بعض. لو انا عايز عدد الشلل هعمل ايه? لو انا عايز الوزن بالرطل هعمل ايه? النوع التاني من القوانين القانون الشامل اللي انا هشيل كلمة عدد الشلل واحط بداله الشكل اللي احنا قلناه. تعال ان نرجع له تاني مرة تانية وهنقول ان النمراء بتساوي. احنا قلنا شلنا عدد الشلل خلاص وبنستخدم التاني. هنقول طول بالرطل على وزن رطل في انا هسميه سابت. لكن هو لو كزا مسمى عندنا. ممكن يكون طول الشلة. ممكن يكون سابت. ممكن يكون اه طول شلة الخامة. ايا كان المسمى اللي هنا. المهم انه هيوصلي لطول شلة من الشلات الخاصة بالخامات بتاعتنا. هيحدد نوع الخامة على اساس هو طالب نمر ايه? طيب انا هنا بقى محتاج ان احسب الطول. محتاج ان احسب الوزن. هنا شكل القانون هيكون بشكل الصغر الرياضية. يعني ايه بشكل الصغر الرياضية? يعني انا هنا هعمل كده على واحد. وهعمل طرفين في وسطين. بالشكل ده كده مسلا. وهقول لو انا احتاجت احسب الوزن. وهيكون بالرطل بساول. وهشد شرطة الكسر. وهقول هيبقى هنا الرطل ده او الوزن بالرطل هيطلع برا. والنمره هتحل محله جوه لان اللي اتنين على خط واحد. بالتالي يبقى هنا الطوب باليارضة زي ما هو فوق. على نمره في السابت. وقلنا السابت متغير حسب نوع الخامة. طيب لو انا عايز الطول باليارضة. هنا هيقول لي احسب طول باليارضة. بتساوي. هنا الطول هو اللي هو المجهول. بالتالي اللي قصاده هينزل تحت في المقام. طبعا دي برضو نوع من انواع الرياضيات اللي احنا بناخدها مفروض احنا بناخد الرياضيات مع من ضمن المواد التخصية او من ضمن المواد السقفية بتاعتنا. فبالتالي حتى موضوع طرف 2.5 ده احنا عارفين احنا درسناه في سنوات سابقة. فان اللي هيحصل هنا هو ان الطول باليارضة هيكون مجهول. اللقصاده هيكون معلوم. فبالتالي هينزل تحت فيه المقام. والنمره والوزن والسابت هيكونوا فيه البسط فوق. فبالتالي انا هنسى ان فيه واحد اصلا. اعتمد على الطول باليارضة الده تخرجت برا. وهقول الطول باليارضة هيساوي النمرة في الوزن رطل في السابت. طيب انا ما حددش هنا نوع النمرة بتاعت هي قطن ولا كدتان ولا ورستد ولا وينين. المسألة اللي هتبدأ تحدد لك وانت بتحلي. بقى انا باخد بالي من الجزئية دي. اكون عارف انا هحل ازاي. عشان كده هنبدأ بقى ايه? نشتغل على الاسئلة بتاعتنا ونشوف ايه شكل الاسئلة اللي ممكن تيجي عشان تتحل في الهيئة دي. خلي بالك انا عندي كم نوع من الاسئلة زي ما قلنا او كم طلب ممكن يطلبوا مني. ممكن يجيب لي مسألة فيها شلل ويطلب الوزن. مسألة فيها شلل ويطلب النمرة. مسألة فيها شلل وطلب الطول انت مش عايز القانون بتاعي انت بتحلي بحاجة تانية خالص. لو جاب لك الحركة دي معناها ان هو زي ما تقول كده كانوا حطط لك تركيا. انا عايز طول بلياردة بس ما يديك عدد شلل ونمرة ووزن. فانت هتلقى كل حاجة معلومة. يبقى كل انت هتعمله بس هتضرب العدد الشلل في طول الشلة بتاعتك وخلاص كده عندك طول بلياردة. ده مش موضوعنا. لكن موضوعنا ازاي تطبق على القانون? طبعا المسائل اللي في الكتاب مسائل بسيطة. اه كلها بتطلب حاجة واحدة بس يا بتطلب يا طول يا وزن يا نمرة. فبالتالي كل هنعمله ان احنا هنلاحظ لو في كلمة بتشلة في المسألة هحل بالقانون الاولاني ان هو الطول النمرة بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل. طب لو ما فيش عدد شلل في المسألة وقال لي ان في طول بلياردة. يبقى هو بيستخدم القانون التاني اللي هو النمرة بتساوي الطول بلياردة على الوزن بالرطل في السابت. السابت بيتحدد حسب الخامل اللي هو بيديها لي. يعني مسلا لو قال لي خيط قطن بيتكون او بيحتوي او ايا كان مجموعة اطوال يارضاته خمس تلاف يارضا ومن نمر اه انا محتاج انها احسب النمراء ويزن مسلا تلات رطل خلاص انا فاهم احسب ازاي? وده طبعا الشكل احنا هنشوفه دلوقتي. فبالتالي مسألة النمراء لها قانونها واحنا عرفناها. مسألة الوزن لها قانونها واحنا عرفناها. ومسألة الطول بنفس الشكل برضو لها قانون واحنا عرفناها. مشكلتك مش التعويض في القانون. مشكلتك لو كان فيه تحويلات في القانون. يعني الطول مش هيجي باليارضة. والوزن مش هيجي بالرطل. ومطلوب منك تجيب النمراء كتان مسلا. وده ممكن نشوفه في المسال الاولين. هنعمل المسال في ارقام اه من اه تألفنا. عشان بس نشوف الشكل بتاع المسألة. وهنجرب الحل بتاعي على اكتر من نعم التراقيم عشان اقول لك ان مش شرط تكون مسألة طلبة المسألة بتاعتي بس يكون فيها حاجة بالقطن تبقى هي خلاص قطنة على طول وسبتة اقدر ان اغير في نوع الخامة وهسيب الارقام زي ما هي. غيرت في نوع الخامة انت بتغير في السابت. وبتغير في المسمى اللي هيكون جنب النمراء اللي انا هحسب نمراء. غير كده كل حاجة بتكون ماشية طبيعي. تعال نشوف المسألة اللي معنا دي. هنا في المسألة دي هيطلب فيها حساب الطول. وده طبعا احنا خدنا او بنتكلم عن اي قانون فاحنا عارفين ان الطول بيساوي نمراء في الوزن في السابت. في حالة دي هو بيطلب طول بالاي? طول باليرضة. طب لو ما طلبش في المسألة. اداني المسألة وما طلبش احسب الطول بكزة. هتحسب الو الطول باليرضة. طب لو طلبوا بالكيلو متر حط تحولاتك. لو طلبوا بالرى خلاص زي ما هو. لو طلبوا بالسانتي حط تحولاتك بالمتر وهكزة بقى. يبقى اللعبة التانية اللي هتكون عندنا في المسائل ازاي احط التحولات. احنا كده عرفنا القانون وعرفنا بيتعوض فيه ازاي. تعالوا نكتب مسألة ونشوف تتحل ازاي. هنا بيقول لي خيط احنا قلنا كتان. هنقول ادي خيط كتان. نمرت اربعين كتان. تمام? وزن اربعة وقية. احسب طوله بالمتر. قانون الطول عارفين ان هو النمرت في وزن رطل طبعا في سابت. هنا بيقول لي كتان ايه كتان تلتمية. ده السابت بتاعه. بالتالي هنا بيقول لي ايه هو عايزه بالمتر. انا عندي هنا يكون في مشكلة في الجزء ده اثناء الحل. فهنقول الحل بتاعنا هيتم بالشكل ده. الحل بتاعي بيقول لي الطول هو طالبه بايه? بالمتر. الطول بالمتر. بيساوي. الطول بالمتر بيساوي. هحط النمرت عندي النمرت اربعين ما فيهاش اي مشكلة. هنحط الوزن بالرطل وهنا هيكون عنده مشكلة. هنا الوزن بالرطل مش رطل. الوزن اوكية. والاوكية الرطل ستاشر اوكية. هنعكس. الاوكية كم رطل? هتكون واحد على ستاشر. يبقى الاربعة بتاعتي دي هتتحط وهتتقسم على ستاشر. تمام كده? طيب وهنكمل. الخامة بتاعتي كتان يعني السابت بتاعها يكون تلتمية. وابدأ اضرب على الالة اربعين في اربعة في تلتمية واقسم على ستاشر. عشان في النهاية طبعا انا اقدر اشد شرط الكسر الاخر. في النهاية هقول الرقم اللي يطلع عندي لازم اكتبه جنبه ايه? متر. تعالوا نحسبه. الرقم بتاعي الاول زي ما قلنا. احنا هنا قلنا اربعين. طبعا انا بضرب على الالة وزي ما قلنا مش مش قادرين نحطها لكو قدام الكاميرا لان ايه? طبعا الدنيا غمقة خالص معها. لكن هنقول اربعين في اربعة في تلتمية. ده اللي احنا كتب نيه على الالة بتاعتي. الناتج بتاعي هيتاسم كله على ستاشر. ليه على ستاشر? عشان الرقم ده هو اللي هيساوي ايه? هيساوي الطول عندي. الحل بالشكل ده مازال الطول بالأرض. هنا الحل طالع تلات تلاف. التلات تلاف بتوعي دول مش هيطلعوا الشكل او هيحددوا الطول المطلوب. التلات تلاف دول هم عبارة عن طول باليارضة. ازا المسألة كده لسه ما خلستش. المسألة دي كده هتطلع الطول باليارضة. وهنا طلبوا بالمتر. من يارضة المتر مفروض المسألة دي كلها هتتضرب في كم? هتتضرب فيه. من يارضة لمتر يعني اتنين وتلاتين على خمسة وتلاتين. في الحلقة دي كده. انا كده خلصت. يبقى هتضرب كل المسألة مرة تانية في اتنين وتلاتين. واقسمها على خمسة وتلاتين. الرقم قل وصل لي طبعا هنا مش هحط التمييز بتاعي غير جنب الرقم النهايي. الرقم النهاي بيقول لي الفين سبعمية اتنين واربعين وتمانية من عشرة متر. ده الطول الاصلي بعد ما انا حطيت التحويلة. قبل التحويلة كان طالع تلات تلاف يارضة. لما حطيت التحويلة قال الطول وصل لالفين سبعمية اتنين واربعين يارضة. طب هنا في الشكل بتاع المسألة ده هنا بيقول لي ايه? ازا كان عايز الطول لازم يديني. نمرة ووزن. هنا النمرة كان عندي بالكتان والوزن كان عندي بالاقية. واحنا طبعا فاهمين وفروض نكون حافظين كمان التحولات بتاعتي. ان التحولات بتاعتي بتكون تحولات واوزان واطوال. وده طبعا اللي بيحدد شكل المسألة. طب هتطلع بقى لحاجة تانية حساب الوزن. حساب الوزن في التراقيم بتاعتي هناخد مسألة للوزن وهناخد الوزن المراضي على تراقيم الورستيد. طبعا احنا بنتنقل ما بين التراقيم لان احنا خدنا كل التراقيم خلاص فبالتالي انا اقدر احط المسألة بتاعتي في او اشتغل اي مسألة في اي وقت. وزي ما قلنا احنا كل الموضوع ان دي اشكال في الارقام موجودة كلمة الخامة اللي موجودة عندي في قلب المسألة بتحدد لي الرقم السابت اللي احطه على المسألة مش اكتر. فبالتالي اقدر احط الارقام واحسب بها اي نمرة تانية. هنا بيقول لي احسب الوزن وهنا هنحط الوزن نطلبه مثلا بالجرام. هنطلب حساب الوزن بالجرام. هنا بيقول لي احسب الوزن. احسب الوزن بالجرام. لخيط. قلنا هنشتغل وورستد. نمرة اربعين وورستد. برضو رقم اربعين ده مش ثابت عندي في الامتحان انا بحطه بس بشكل ايه? اه على الاسئلة. نمرة اربعين وورستد وطوله. طوله في الحالة دي ممكن اخليه عشر كيلو متر. يعني عشر تلاف متر من الاخر. ده انا احطه عشان قطر نحط تحولات. هنا بقى في تحولتين في المسألة برضو. التحويلة الاولى تحويلة للطول والتحويلة التانية تحويلة للوزن. طيب هنا بقى انه نحل هنحل على قانون الوزن هنا هطالب وزن بالنسبة لي. فبالتالي هعمل ايه? هقول ان الوزن بيساوي طبعا مع الحل. هنقول هنا الحل. وانا بحب القانون يكتب الاول. قانون الوزن هنا عندي الوزن بيساوي. شرطة الكسر بتاعتي. هنقول طول يرضى على نمرة في سابت. السابت بتاعي هنا هيكون خمسمائة وستين عشان نشغال وورستد. طب هنا هنقول يساوي. ويبدأ اعوض. الطول عشرة. وقبل مطلع من الطول ده وحط اي رقم تاني فك العشرة دي. وابدأ اضربها في الالف. تحويلة من كيلو متر المتر. ويقدر اضربها تاني في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين تحويلة من متر اليارض. كده انا خلصت الجزء بتاع الطول بتحويلاته. بعد كده حط النمرة. والنمرة عندي هتكون اربعين. بعد كده هنحط السابت والسابت عندها هيكون خمسمائة وستين. المسألة كده خلصت? لا. المسألة كده بتقول ان الناتج اللي هيطلع هيكون وزنه بالرطل. وانا مش عايز الوزن يكون بالرطل. ده طالب الوزن بالجرام. احنا قلنا جميع تحويلات الوزن في مسألة الوزن فوق معادة كيلو جرام تحت. دي كنا معلومة حطناها. جميع تحويلات الوزن فوق في مسألة الوزن معادة كيلو جرام. طب انا هنا عايز احاول من رطل لجرام. العلاقة ما بينهم الرقم بتاعي ربعمية تاتة خمس ستة من عشرة. انه بيقولي الرطل بيساوي ربعمية تاتة خمس ستة من عشرة جرام. ازا الجرام بيساوي واحد على ربعمية تاتة خمس ستة من عشرة. حال المسألة دي عشان ناكد عن موضوع ده كنا مفروض هنضرب في آآ ربعمية تاتة خمس ستة من عشرة على طول مباشر. فبالتالي هتكون الرقم ده في ربعمية تلاتة وخمسين علامة ستة. الناتج في الحالة دي هكون متطمن وانا بكتبه جرام. تمام كده? طيب لو حبينا نحسبه عشان نعرف الحزبة هتم الزايدة طبعا آآ هيكون آآ مهمة عندي. هنقول عشرة الاول العشرة. وهنضربها في الالف. وهنضربها في الخمسة وتلاتين. وهنضربها فربعمية تلاتة وخمسين. وستة من عشرة. وهنرجع نقسم على اربعين. وهنقسم مرة تانية على تنين وتلاتين. وهنقسم مرة تلتة على خمس سمية وستين. الرقم اللي هتطلع متين تلاتة وعشرين جرام او متين اتنين وعشرين جرام وتسعة من عشرة. متين اتنين وعشرين جرام وتسعة من عشرة. تهم? ده ناتج بتاع المسألة بتاعتي بالشكل ده. احنا هنا خدنا مسألتين على الوزن والطول في الترقيم الخاصة بوزن السابت. هنبدأ نتنقل على ترقيم الطول السابت عشان برضو نشوف المسألة بتاعتنا وقانون بتاعها. احنا استنبطنا او قدرنا نستنتج القانون بتاعي او قدرنا نجيب الاوزان والاطوال من قانون واحد والنمرى كمان من قانون واحد بخص ترقيم الطول السابت اللي هي الدنيار والتيكس بشكل بسيط جدا وده اللي هنشوفه مع بعض. احنا اللعبة بتاعتنا بنعملها على مقص. وهنا بنحب طبعا موضوع المقص انت طبعا بنحب نشتغل عليه انه بيسهل كتير جدا في حل المسائل. تعنا نشوف المقص بتاعنا ونفتكر القانون الاساسي اللي احنا اشتغلنا عليه وجبنا به بقية القوانين. ادي المقص بتاعنا. بالشكل ده. المقص في مجموعة من النقاط. هنحطه في المقص في الطرف الاولان النمرة. ممكن تكون تكس. ممكن تكون دنيا. خلينا في التكس. سابت التكس يتحطي جنبيه هيكون الف. وتحت النمرة. النمرة هنا في التركيم ده بتعبر عن وزنها. هنحط وزن جرام. وتحت الطول السابت هيبكتب طول بالمتر. يبا هنا واحدات الطول والوزن الطول بالمتر والوزن بالجرام حسب النمرة تكس. طب لو روحنا عملنا نفس المقص ده مرة تانية هنا. وقولنا ان النمرة دينيار. السابت بتاعي يكون تسعة تلاف. تحت النمرة الوزن بالجرام. تحت الطول السابت طول بالمتر. الاتنين شبهة بعض. كلها حصل ان انا هنا لو شلت تسعة تلاف هلقى في الطرف التاني الف. لو شلت هنا الالف هلقى في الطرف التاني ايه تسعة تلاف. لكن وحدات الوزن عندي واحدة. وحدات الطول عندي واحدة. تمام? ده يخلينا ويشجعنا نطلع على طول ونقول لو انا لو حبيت احسب النمرة. هقول ايه? النمرة بتساوي. طبعا ده المجهول. اللي قدامه المجهول هيبقى تحت في المقام. والبسطة هيكون مضروب في الاتنين المعلومين على خط واحد. يعني الوزن بالجرام في تسعة تلاف. على طول بالمتر هيديني نمرة الدنيار. اللي عملناه هنا. الوزن بالجرام في الالف على طول بالمتر هيديني نمرة تكس. غيرت الرقم ده. غيرت الترقيم بتاعي. وقدرت ان انا احل. طيب لو حبيت احسب الوزن. الاتنين المعلومين على خط واحدة هم. نمرة دنيار في الطول بالمتر على تسعة تلاف. هنا كزلك نفس الطريقة. نمرة تكس في الطول على تسعة على الالف. تمام كده? طب لو حبيت احسب الطول. الوزن في تسعة تلاف على النمرة. الاتنين المعلومين على الخط واحد مضروبين في البسط في بعض. ومقسمين على اللي كان قدامه المجهول اللي هي النمرة دنيار. يبقى الوزن بالجرام في تسعة تلاف على النمرة دنيار. او الوزن بالجرام في الف على النمرة تكس. الترقيمين دول آآ برضو ليهم فك. ازاي اعرف يعني ايه نمرة مية تكس. يعني ايه نمرة مية دنيار. وطبعا الغرض من الترقيم طبعا هعارفين ترقيم التكس بيصلح لجميع انواع الخامات. ترقيم الدنيار في الاساس هو معمول للالياف المستمرة. بس ينفع لكل اللي انا عايز اعمل نمرة معادلة هينفع ان انا اعرف النمرة دي تنطبق عليه ولا لا. وطبعا ده طريقة برضو من ضمن الطرق اللي هتساعدنا ان شاء الله في الترمي الجاي واحنا بنتكلم عن النمر المعادلة بالشكل الايه المبسط بتاعه. اللي هو التداخل اللي يحصل ما بين الترقيم وبعضها. طيب تعالي بقى احنا النهار ده بقى نتكلم على الجزء مهم جدا في جزء دنيار والتيكس وهو حل المسائل الخاصة بهم. وقبل ما ندخل على الحل مسائل فك النمرة نفسها. ازاي فك النمرة زي ما عملت في النمرة الانجليزية. النمرة آآ تكس هي عدد الجرامات لخيط طوله الف متر. النمرة دنيار هي عدد الجرامات لخيط طوله تسعة تلاف متر. كده عشان اتكلم على النمرة رفيعة هي بقى الموضوع بالعكس. هنا كل ما زادت النمرة الرقم او الخيط بقى سميك. في الترقيمين دوله. كل ما زادت النمرة الرقم سميك. في الترقيم اللي فاتت. كل ما زادت النمرة الخيط بقى رفيعة. دول عكس بقى. عشان كده بيلغبطه في الامتحانات. ترقيم التكس والدنيار بتعتمد على الوزن. بتعتمد على الوزن يعني ايه? بيسبت الطول الف متر. ويقضي يحط عليه وزن. الوزن ده يزود التخانة. فبالتالي ازا لقيت الرقم اللي مكتوب لك رقم كبير اعرف ان الفتلة دي سميكة. ازا لقيت الرقم اللي مكتوب لك رقم صغير اعرف ان الفتلة دي رفيعة. يعني نمرة مية ارفع من نمرة مية وعشرين. نمرة ميتين تكس ادخن من نمرة مية تكس. وهكزا. نمرة تمانين تكس ارفع من نمرة مية تكس. وهكزا. كل ما الرقم بيقل. كل ما الفتلة ايه? سمكة هو كمان بيقل. ده بالنسبة لترقيم التكس والدنيار. على العكس ما كنا شغالين في الترقيم من قبل كده. طبعا بقى نفك النمر. احنا قلنا ايه? ان النمرة تكس. طبعا هنتكلم عن تكس الاول. بعدين هنقل على طول على الدنيار على نفس المسميات. هيقول لي هنا ان النمرة تكس. عبارة عن ايه? عبارة عن عدد جرامات لخيط طوله ثابت كام الف متر. طب لو كانت دنيار عدد الجرامات لخيط طوله وشيلي الالف ديوحوط تسعة الاف. ده الفرق بين الاتنين. الاتنين تعريفوا واحد. طيب معنى الكلام ده بيقول لي بقى ايه? يعني ايه مية تكس? ايه مية تكس دي. يعني ميت جرام طولهم الف متر. يعني ايه مية وعشرين تكس? او خليها مية وعشرين دنيار. عشان نخلف النمر ونقول ان انا عندي الاتنين شغالين. مية وعشرين دنيار يعني مية وعشرين جرام طولهم ثابت الدنيار كام? تسعة تلاف متر. تمام كده? كده انا فكتي النمر. اقدر بالنمر دي اكون مسائل الفك اللي انا عملته ده اكون مسائل اه ده ناخد الارقام دي وراحل بها نمره انجليزية. يعني لو قال لي عندك مية تكس هتفكهم وخد اللي انت فكته دي. مسلا وروح بالارقام دي. حل مسألتك على ترقيم القطنة ترقيم الكتان ترقيم الدنيار ايا كان. مدام بقى عندك وزن وطول هتقدر تكيب النمر بتاعتك. يبقى في جميع مسائل النمر في جميع ايا كان باختلاف الترقيم بتاعها بيدور لي على الطول والوزن. في طول سابت اه او بالنسبة للعموما يعني فيه طول سابت موجود فيه الترقيمين التكس والدنيار تسعة تلاف والالف. وفيه كمان جزء مهم جدا عندي فيه الجزء الخاص بالترقيم الانجليزي. طيب احنا كده فهمنا وعرفنا ازاي بنعمل الترقيم وكمان عرفنا الفان ما بين الترقيم الانجليزية والترقيم الطول السابت. الترقيم الانجليزية بتاعتي ترقيم تكس والدنيار. المعليش الترقيم الانجليزية اللي هي ترقيم القطن والكتان والورستد والولين. زي ما قلنا كمان فيه جزء بتاع القطن كمان اللي هو بيغزل على طريقته. اللي هو الحرير الطبيعي المغزول والحرير الصناعي. المغزول احنا بنسميه في النهاية فبران. احنا هنا شفنا طبعا التعريفات بتاعت التكس والدنيار. طب تعالوا نحل مسألة كده من المسائل السريعة الخاصة بترقيم الطول السابت عشان نعرف ازاي كمان بنحسب النمر لو جتلي او بنحسب الاطوال او بنحسب الاسون زي ما عملنا في الجزء اللي قبله. هنا بيقول لي ايه خط طوله هنخلي طوله اتنين كيلو متر او عشرين كيلو متر. عشرين كيلو متر. ويزن تلتمية جرام. احسب نمرته. مرة بالتكس وشرطة مرة بالدنيار. فتح لك الموضوع هنا. هنا عندك مسألتين في مسألة واحدة. المسألة اللونية مسألة التكس والمسألة التانية مسألة الدنيار. هنبدأ نحل على التكس. احنا قلنا على طول. هنحط المقص بتاع التكس. ادي الالف. ويادي النمراء. تكس. ويادي الوزن. ويادي الطول. الطول عندي هنا عشرين كيلو متر يعني عشرين في الف. الوزن عندي تلتمية جرام. مفيش تحويل. لاني هنا اصلا عايز الوزن بالجرام. يبقى هنا هو عايز النمراتكس. تمام? هقول له بيساوي. النمراتكس هنا بتساوي. اللي هو اول طلب ليه. بتساوي. شد شرطة الكسر. دي مش معلومة. يبقى الالف في تلتمية. ادي الف في تلتمية. تمام كده? هقسمهم على ايه? هقسمهم على عشرين في الف. طبعا حسابيا الدول هيروح مع دول والسفر ده مع السفر ده. هتبقى تلاتين على اتنين. الرقم بقى سهل جدا هيساوي. خمستاشر. خمستاشر ايه? خمستاشر تيكس. تمام كده? طيب هيحسبها بقى بالدينيار. يبقى هنا برضو النمرات دينيار. لو انا عايز احل صح. هعمل مقصل الدينيار تاني. واحط التسعة تلاف مكان الالف. وهكتب هنا دينيار. عشان يبقى حل بتاعي صح? طبعا احنا مش هنعمل دلوقتي هنا الوضعية دي. لكن طبعا احنا فاهمين وعارفين ان احنا هيكون حل مسألة بالشكل ده. هيبقى هنا تسعة تلاف. في تلتمية. على عشرين في الف. تمام كده? طبعا هنا هيبقى التلات صفار هما اللي هيروحوا مع التلات صفار. وهنا طبعا مع السفر مع السفر. هيبقى تسعة في تلاتين على اتنين. ودي بقى نضربها على الالة عندي. تسعة في تلاتين على اتنين. هتساوي مية خمسة وتلاتين. مية خمسة وتلاتين ايه? مية خمسة وتلاتين دينيار. لازم اكون انا عارف الترقيم بتاعي ايه? عشان احط التمييز بتاعي عليه صح. وبقى كده انا فهمت وعرفت ازاي اجيب النمر بتاعتي. زي ما قلنا انا عندي مجموعة من المسائل. الاحتمالية وجودها في الامتحان كبيرة. مجموعة المسائل دي بخلي بالي منها لان هي ديت اللي اقدر احل بيها. احنا قلنا عندنا مسائل الوزن والطول والنمر. لازم يكون برضو عارف التحولات لان التحولات مهمة جدا في المسائل دي. عشان اقدر احل. يبقى الترقيم عندي عبارة عن ايه? عبارة عن تحولات. عبارة عن اطوال سابت اكون عارفها للقوانين. عبارة عن معارفة بي. انا هحل المسائلة على انها قانون. انا هحلها على ترقيم السابت او ترقيم الوزن السابت. ولا على ترقيم الطول السابت. ازا يكون فاهم ده كويس. ولا هو في المسائلة طالب احلها باكتر من ترقيم. في حال الطلبة باكتر من ترقيم. هيديني النوع خيامة مفتوح. مش هيقول لي او مش هيحدد لي دي قطن ولا كتان. هيقول لي احسب ها بترقيم القطن. احسبها بترقيم الكتان ايا كان. ممكن يجيب لي مسألة زي ما انا عملت كده يقول لي احسبها لي ممكن يقول لي ايه وقطنو واللي انت عايزه بقى مدومت انا مديك مادة او مديك اطول واوزان احسب النمرة زي ما انت عايز. دي طبعا هتكون العملية السهلة او البسيطة اللي هقدر حل بيها مسألة. توقعك المسألة هيكون مسألة هتكون بسيطة. التعريفات برضه هتكون بسيطة. تعريفات هيفك ليه ان النمر مش اكتر. اللي بقية الجزء اللي خص المادة دي مفروض في مادة الرقامات فبالتالي مش هيسألك عن نوع الرقامات دي كانت ايه او ما الى ذلك من الكلام او الاسئلة النظرية عليها. كل اللي انا عايزه مهنك في الجزئية دي هي جزئيات حسابية لحساب نمر الخيوط. النهاردة احنا استعرضنا مع بعض القوانين الخاصة بترقيم الطول السابت والوزن السابت واخدنا ازاي نفك النمر. ان شاء الله طبعا هيكون الامتحان بسيط. وطبعا في النهاية احنا بنقول لكم ان ده جزء من الامتحان. هنعرف مشاكلنا هتكون في ايه اللي كان بيقف في قصدنا. لان الترمي التاني يكون مبني على الترمي الاولاني اللي انت فهمته وقدرت تحل به. فده هيساعدك ان انت يكون عندك القدرة لو انت متفوقت في جزء الاولاني. هيكون عندك القدرة للتفوق في الجزء التاني. في النهاية احنا بنتمنى لكم اصلا التوفيق. ونشوف كم ان شاء الله على خير في الحلقات الجاية. والى اللقاء.